أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومثل الذين ينفقون أموالهم بتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير صدق الله العلي العظيم وبه تعالى نستعين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأفضل السفراء وتاج المرسلين حضرة سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا أبو القاسم المصطفى محمد الله صل على محمد والله وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائبة الدائمة على أعدائهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين أصحاب السماحة والمقام والفضيلة والكرامة سادتي أساتذتي أخوة الأعزاء أخوات الكريمات السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته من مأثور ما ورد عن سيدنا ومولانا أمير المؤمنين عليه صلوات الله وسلامه أنه قال الناس في الدنيا عاملان عامل عمل في الدنيا للدنيا قد شغلته دنياه عن آخرته يخشى على من يخلفه الفاقر ويأمنه على نفسه فيفني عمره في منفعة غيره وعامل عمل في الدنيا لما بعدها فجاءه الذي له من الدنيا بغير عمل قد حاز الحظين معا وملك الدارين جميعا فأصبح وجيها عند الله لا يسأل الله حاجة فيمنعه لقد دلت لغة الإشارة والعبارة في مرويات النبي الأعظم وأهل بيته الطاهرين عليهم الصلاة والسلام على أن الإخلاص هو أشرف نهاية للإنسان وفق مرتكزات وثوابت لا تؤمن بالعشوائية أو الاتفاق أو الصدفة بل بالموضوعية والواقعية والنظر الدقيق وحسن التدبير وبما يخلق في الإنسان شعورا واعيا متبصرا متأملا في مجريات الأحداث وهموم المجتمع ومن خلال ذاته الفاعلة وقدراته المتجددة تفعل إرادته في صناعة الأمل واستثارة حافز الإبداع وامتلاك أدوات النجاح وتطويع الممكنات وتسخيرها لخدمة الوطن المعطاء من غير إفراط أو تفريط ومن وحي المسؤولية الوطنية والأخلاقية دأبت العتبة العباسية المقدسة ومن خلال ملاكاتها التخصصية ومفاصلها الإنتاجية التي تقف على أرض صلبة من الريادة والرصانة والجودة والتميز على المشاركة الفاعلة والنوعية في تهيئة المستلزمات والاحتياجات الضرورية الملحة للمجتمع تعضيداً للجهد الحكومي في قطاع الصحة وبما يترجم رؤية العتبة العباسية المقدسة بدعم الصناعات الدوائية وتعزيز البنية التحتية الطبية والصحية في البلاد واليوم تقيم العتبة العباسية المقدسة حفل افتتاح مصنع الجود للمحاليل الدوائية التابع لشركة عين الحياة للصناعات الدوائية في قسم المشاريع الهندسية تتويجاً لمسيرة من الأبحاث والمثابرة والعمل الدؤوب المثمر وعلى بركة الله تعالى يكون الافتتاح بتلاوة عطرة في آي من الذكر الحكيم يتشرف بتلاوتها قارئ ومؤذن العتبتين المقدستين الحسينية والعباسية السيد حيدر جلوخان فحيوه بالصلاة على محمد وآل محمد شكراً جميلة متشراً للماشية السلام عليكم ايون الحضور لكارم ورحمة الله وبركاته وافلح من صلى على محمد وآل محمد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقر رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي صلاة 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 حياكم الله أيها الأحبة أيها الكرام أيها المحتفون بهذا الإنجاز النوعي في واحدة من قصص الإبداع والنجاح في العتبة العباسية المقدسة التي تحكي مثابرة ومتابعة وإشرافا وتخطيطا وإخلاصا بإخلاص النوايا في ساحة سيد الماء عليه السلام والآن تأتي كلمة المتابع والمشرف لهذا المنجز والذي دائما وأبدا عودنا أن يكون حاضرا في كل هذه القصص من الإبداع والنجاح مع كلمة المتولي الشرعي للعتبة العباسية المقدسة سماحة العلامة السيد أحمد الصاف دام عزه فاستقبلوه بالصلاة على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين السادة الأفاضل الضيوف الأكارم الوفود الرسمية والاجتماعية الأخو الأعزاء في العتبة العباسية المقدسة السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته لعله من جملة الموارد التي اهتمت بها العتبة العباسية هي عندها اهتمامات كثيرة كما هو غير خاف على المتابع لكن هناك شيئان مهمان يستدعيان الاهتمام بشكل خاص وهو الجانب التعليمي والجانب الطبي أو الصح والعلى الحياة المدنية إنما يؤشر مقدار تطورها بما أولت لهذين القطاعين من أهلية الحمد لله من سنين كان لنا الشرف في أن نخدم شريحة مهمة من أبنائنا وبناتنا على مستوى التعليم وسعينا أن نوفر بيئة نظيفة مشجعة للطالب ابتداء من رياض الأطفال وانتهاء بالجامعات والحمد لله كان يعني كانت حصة هذا الاهتمام آلاث الطلبة سواء في التعليم الابتدائي وفي التعليم الجامعي ولازمنا بحمد الله تعالى نتابع هذه الخطوات وضمن المعايير كانت هذه المدارس والجامعات تخطت بحمد الله تعالى بعض المعايير المطلوبة بمعنى أشر نجاحها من جهات خارجية وتدريب الأساتذة والاهتمام بالطلبة والاهتمام كما قلت بالبيئة الدرسية وهو كان محل اهتمام أما بجانب الصحي وجانب الطبي فأيضا لنا سهم في ذلك وهذا البلد بحمد الله تعالى بلد يستحق يعني كل اهتمام وكل ما كانت الفرصة سانحة كلما بذلنا جهدا في تعضيد هذا البلد باحتياجاته ولعل الاحتياج الطبي باحتياج يومي بالمقدار الذي سعينا فيه بالإضافة إلى بعض المستشفيات لعله في المستقبل أيضا عندنا مشروع افتتاح في أحد المستشفيات في محافظة بابل التأخر بسبب وضع البلاد في بعض الحالات والافتقار إلى بعض التمويل لكن إن شاء الله تعالى نتخطى هذه الحواجز والله تعالى يوفقنا في ذلك من جملة المشاريع هو حقيقة هذا المشروع وهذا المشروع حقيقة بدأنا به في ظرف جدا قاسي ومرت على البلاد مشاكل داعش وغير داعش مما سبب تأخر في ذلك وهذا التأخر استفدنا منه أيضا في أن نلاحق التطور العلمي المتعلق بصناعة المحاليل الوريدية وللإنصاف هي صناعة دقيقة وصناعة مهمة جدا والكوادر الهندسية والكوادر الطبية في المصيدلة حقيقة بذلت جهدا جبارا في أن يكون هذا المصنع على هذه الشاكل وإن شاء الله تعالى بعد يعني ننتهي من كلمات المنصات هناك جولة للمعنيين في داخل المصنع وأكيدا سيرى المعنيون الجهد الذي بذل في هذا المصنع وطبعا الحاجة الحقيقية للمصانع يعني للمحاليل الوريدية حاجة شبه يومية إذا لم تكن يومية وحسب ما بلغت من الجهات الصحية أن العراق يحتاج إلى أكثر من 120 مليون يعني بطل على مستوى 500 يعني نصف لتر في السنة وهذه كمية لا شك كمية كبيرة هذا المصنع طاعت الإنتاجية لعلها 27 مليون سنويا وإن شاء الله تعالى فعلا شرعنا في الإنتاج التسويق شكر لكل الأخوة الذين شرفونا بمجيئهم اليوم للإطلاع على هذا المنجز وأيضا للسواعد المؤمنة الفتية والخبرات التي ما فتئت تبذل جهداً جباراً في سبيل النهوض بهذه المشاريع في خدمة الناس حقيقة باعتبار العالم اليوم يمر ببعض الأزمات خصوصاً في فلسطين الحبيبة ولبنان الحبيبة لما يتعرض له هذا هذان البلدان من هذه القسوة الوحشية من قبل العدو الكيان المتغطرس مقابل هذه العشرات من الجرحة والإصابات لذلك ارتقينا يعني أن نتبرع ولعل هذا من واجبنا بمقدار يعني بكمية من بعض المحاليل المتوفرة فعلاً ولعله هناك حاجة لمحلول الصوديوم كلورايد وكذلك لمحلول الكلكوز تبرع سيكون بمائتين وخمسين ألف للشعب الفلسطيني العزيز وأيضاً مائتين وخمسين ألف للشعب اللبناني الكريم وطبعاً هذا التبرع إنما يكون من خلال وزارة الصحة الإراقية حصراً باعتبار القناة الرسمية التي تتواصل مع هاتين الدولتين هي عن طريق وزارة الصحة نسأل الله أن يتمكن أو تتمكن الوزارة من إيصالها أيضاً إلى مستحقيها ومحتاجها في تلك الدول أما الذين وفدوا إلينا إن شاء الله تعالى نحن نكون بخدمتهم سواء كان على مستوى الاستطبابات في المستشفيات أو على مستوى توفير العلاجات سواء كان المنتج من قبلنا أو نستطيع أن نوفرها من الأسواق المحلية في الختام أحب أن أعيد الشكر للأعزل حضور الكريم وأيضاً أنوه بالجهد الكبير الذي بذله أخوتنا العزاء سائلين الله تبارك وتعالى المزيد من التوفيقات لهذا البلد وندعو الله تعالى أن يتعافى هذا البلد من جميع جراحاته وذلك وذلك ليس بعزيز على الله تبارك وتعالى أشكركم كثيراً وأتمنى للجميع داوم التوفيق وأيضاً رحلة علمية إن شاء الله تعالى تفيد بعض الأخوة وآخر دعواناً الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحسنتم جميلة هي حروف العباس وكبيرة هي نفس العباس ومعطاء ذلك الروض بجانب العباس بروضة عينيه المنا حتى رحلها ومن جوده هذه المنا حتى رحلها ومن جوده هذه المشاريع كلها فلو سألته الأرض تطلب فيئه بخنصره لا كفه سيضلها كما بلل الصحراء بالدم سيفه فها هو من بالعطايا يبلها فلا ترهب عينيه إذ قيل في الوغى قد حمرة لما تنفس غلها وحق الدم الأسكى بخد رقية يرق إذا في الناس ينشج طفلها ويحنو كما يحن الندى فوق ورده ولكن لوثبات الرجال محلها حياكم الله أيها الأحبة أيها الكرام في هذه الرياضة العطرة الكريمة وتأتي كلمة معالي وزير الصحة العراقي الأستاذ الدكتور صالح مهدي الحسناوي فحيوه بالصلاة على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم قال الله في محكم كتابه الكريم وقلوا اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون صدق الله العلي العظيم سماحة المتولي الشرعي للعتبة العباسية المقدسة السيد أحمد الصافي المحترم السادة والشيوخ الأجلاء الضيوف الأكارم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بداية أتقدم بالتهنئة والتبريكات إلى العتبة العباسية على هذا المنجز الكبير والذي يعتبر إضافة نوعية إلى مشروع توطين الصناعة الدوائية ولعل أهم الدروس المستخلصة لكل دول العالم من جائحة كورونا هو توطين الصناعات ونقل التكنولوجيا وتوطينها في بلدانهم ولقد شرعنا كوزارة في تقديم كافة التسهيلات إلى كل الأخوة الراغبين بتوطين الصناعة الدوائية إن مشروع مصنع جوت للمحالين الوريدية وبإنتاجية تصل إلى 27 مليون وحدة علاجية يمثل نقلة كبيرة نحن في أمس الحاجة إليها لا يتحقق الأمن الدوائي إلا بتوطين الصناعة الدوائية وهذا ليس المشروع الوحيد للعتبة العباسية في المجال الصحي ومن خلال زيارة سابقة هناك مشروع لإنتاج العقاقير بمختلف أنواعها وخطوط إنتاجية متعددة نسأل الله سبحانه وتعالى ونعمل أن يتم ذلك سريعا مرة أخرى نتقدموا بالتهاني والشكر والتقدير لكل القائبين على هذا المشروع الذي يمثل خطوة كبيرة في سبيل الاستقرار الصحي في بلدنا العزيز والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد هذه الكلمة الطيبة لمعالي وزير الصحة العراقي تأتي كلمة رئيس قسم المشاريع الهندسية في العتبة العباسية المقدسة المهندس ضياء مجيد الصائغ فليتفضل محفوفا بالصلاة على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى ونكتب ما قدموا وآثارهم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم كل شيء أحصيناه في إمام مبين صدق الله العلي العظيم السلام عليكم سادة الحضور ورحمة الله وبركاته نفتتح في هذا اليوم المبارك مشروع مصنع الجود للمحاليل الوريدية وهو أحد المشاريع التي نطلق عليها مشاريع العسرة حيث توقفت فجأة الساعة والحياة بسبب الإرهاب العالمي على بلدنا الحبيب ودخول داعش الإرهابي وعصاباته من بعض الدول المجاورة مما أدى إلى توقف مشاريع التنمية والتعليم والصحة والبنى التحتية بسبب صدمة الإرهاب والتي كانت حصة العتبة العباسية منه أكثر من عشرين مشروع مستشفى الكفيل التخصصي في محافظة كربلا ومستشفى في محافظة بابل مشروع التوسع مشروع التسقيف مدارس العميد محطات الكهرباء كل هذه المشاريع بالحقيقة توقفت بسبب صدمة الإرهاب وتوقفها وتوقف الموازنة العامة انصبت الجهود أول للمرجعية العليا للدفاع المسلح ضد هذا الإرهاب وتدريب المقاتلين وإيواء النازحين ولأجل ذلك صرفت الأموال والأنفس ولكن رؤية المرجعية العليا الثاقبة في هذه الظروف الصعبة تخطت الزمان وتخطت المكان حيث في أول اجتماع مع سماحة السيد الصافي دام عزه في قسم المشاريع بعد هذه الأحداث لتحديد الموقف النهائي للمشاريع المستمرة وكيف تتصرف معها فكانت إجابته إن غيقاف المشاريع يعني تحقيق ما يريده العدو لا توقف للمشاريع لا توقف في العمل فكانت لهذه الكلمات تأثير صدمة الإنعاش وبث الروح لدى الجميع بحتمية العمل وحتمية الإنجاز وحتمية النجاح وحتمية النصر بإذن الله فبعد ذلك تم التوافق مع كل الشركات مع كل مشاريع العتبة المقدسة تم التوافق معهم حول نوع جزئي من السلف ومنحهم بعضها ومن ميزانية العتبة المقدسة أما بخصوص مشروعنا هذا فتم تمويله ذاتيا من ميزانية المشاريع وكانت توصيات سماحة السيد الصافي دامعزو دائما لنا نبدأ من حيث انتهى الآخرون وأن نذهب لأرقى ما يمكن الحصول عليه من تصاميم وتقنيات ومعدات ومكائن وتكنولوجيا وضمن المحددات العالمية وحيث أن نظرة ورؤية العتبة المقدسة للمشاريع الخدمية والصحية والتعليمية والصناعية وغيرها هي ليست ربحية ولا استثمارية بحتة ولا بديلة عن مشاريع الدولة وإنما خدمية مجتمعية تهدف لخدمة البلد أولا والمجتمع وتوفر بها أمن غذائي وصناعي وتعليمي وصحي للبلد وتحت مضلة القوانين العراقية والإجازات الرسمية التي تمنح وتحت عنوان صنع في العراق صنع في العراق الكفاءات العراقية لطالما هذه الكلمات يرددها سماحة المتولي الشرعي دام عزه ويشجعها ويدعمها فأوكل مصنع الجوت للمحالي الوردية بالكامل أوكله بالكامل إلى قسم المشاريع الهندسية وتحت أمر إداري التنفيذ المباشر للمشروع ومنحت لنا كافة الصلاحيات لهذا التنفيذ شمرت السواعد للكادر المتقدم من قسم المشاريع الهندسية فكانت الخطوة الأولى هي إعداد التصاميم المعتمدة عالميا والمعتمدة لدى وزارة الصحة الموقرة ولخطين إنتاجيين ولخصوصية هذا المشروع وأهميته تم اختيار إحدى الشركات العالمية للتصاميم واختيار شركة استشارية تشرف على قسم المشاريع الهندسية للتنفيذ وهي شركة فارما ديزاين برئاسة الدكتور الموفق خورشيد ثم تم اختيار مدير تنفيذي للمشروع المهندس حيدر ولذي كانت لهم الدور الرئيسي والفعال لإنجاح هذا المشروع وضمن المواصفات العالمية ونترك شرح التفاصيل لهم بإذن الله وبعد مصادقة التصاميم من قبل وزارة الصحة الموقرة وبالحقيقة كانت الوزارة انموذجا رائعا بالتعاون وتذليل العقبات في المصادقات وبيان الآراء والزيارات الدورية فشكرا جزيلا لوزارة الصحة الموقرة وشكرا جزيلا لوزير الصحة الدكتور الفاضل صالح الحسناوي المحترم ولأول مرة لدينا في العتبة العباسية المقدسة تنفيذ مشروع بهذا التعقيد والتخصص من قبل كوادر العتبة المقدسة في أقسام العتبة المشاريع الهندسية والصيانة والإنشاءات والصناعات والحرف والتكييف كل هذه الأقسام دخلت في تنفيذ هذا المشروع وبعد وصول المكائن والمعدات تم تنصيبها وتركيبها وربط الشبكات والمنظومات مع بعضها وعمل شبكات الخطوط الواصلة وعمل البنى التحدية كل ما ترونه في هذا المشروع من البدن التحتية للشارع وإلى كافة المفاصيل هو تنفيذ كوادركم الكادر العراقي في قسم المشاريع الهندسية والحمد لله رب العالمين تم تنفيذ هذا المشروع وكأنه آيقونة إن شاء الله كما يقول ليس من رأى كمن سمع إن شاء الله ستشوفون المشروع آيقونة فنية من حيث التصميم ومن حيث التنفيذ ومن حيث المواصفات فشكرا جزيلا لكادر قسم المشاريع العتبة العباسية والأقسام الساندة لها وشكرا لدوائر محافظة كربلاء المقدس والسيد المحافظ خصوصا المهندس صيف جاسم الخطابي المحترم وشكرا جزيلا لدوائر المحافظة الموقرة البلدية التخطيط الماء المجاري الكهرباء الموارد المائية البيئة والطرق شكرا لهم جزيلا جميعا لتذليل الصعاب اللامحدودة في إنجاز هذا المشروع المشروع متشعب والكل يعلم يختص بتصريف المجاري وخروجها وتنفيذها الحمد لله كل دوائر الدولة وخصوصا هذه الدوائر ذكرها ساهمت في إنجاز هذا المشروع الحمد لله رب العالمين والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين هناك فقرة صغيرة كذلك من إنجاز قسم المشاريع الهندسية حقيقة حصلنا على براءة اختراع في الكرسي الذكي كرسي للمعوقين ذكي وسرير كذلك للمعوقين ذكي حصلنا قسم المشاريع على براءة اختراع من التقييس والسيطرة النوعية هذا الكرسي كان في عمل مشترك مع دكتور جعفر وكذلك مع المهندسيين في كادر قسم المشاريع فالثلاث دقائق راح يشوفون مقطع من هذا الكرسي على مدنزة يحمكم جواب الداخل ويشوفوا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كهربائي اعتيادي متوفر بالسوء واهم جزء بالسرير هو جزء الشاشة التفاعلية اللي من خلاله يسمح للمريض ذوي الاعاقة المتوسطة بالتحكم بالسرير كذلك استخدام الهاتف كذلك التحكم بالساتيلايت والتحكم بالغرفة هذا فيما يتعلق بالمريض والشغلة الثانية اللي تخدم المرافق للمريض هو جدولة الحركات زين خلنبدي بوحدة بحركات السرير اللي موجودة الجزء الاول هو كان جزء الشاشة الخاص بتحكم المعاقب ذوي الاعاقة المتوسطة ومرافق المعاقب الجزء اللي يميز عملنا بهذا السرير عن بقية الاسرة انه امكانية تحكم الشخص المعاقب بالاعاقة الشديدة تمام؟ من خلال التحكم باستخدام اللسان اللسان وفرنا لجويستيك بمرونة عالية يقدر يثبتها بأي وضعية تناسبة من خلال التحكم باستخدام الشاشة يقدر يؤدي اي خدمة موجودة بالشاشة او اي وظيفة موجودة بالشاشة الفيشرة الثانية او الميزة الثانية قلنا انه ميزة الاتصال الهاتفي نجرأ مكالمات هاتفية فسرح نسوي مكالمة سرير الكفير الذكي كذلك من الميزات اللي يوفرها السرير الذكي هو امكانية التحكم بالغرفة او السمارت هوم ممكن نتحكم بالشاشة مثل ما سواءنا ممكن نتحكم بالانارة طفونا الانارة نرجع نشغلها ممكن نتحكم بالمروحة اشتغلت عدنا المروحة ممكن انه نرجع نطفيها ممكن نتحكم بالقانصة مع الحشرات اشتغلت عدنا القانصة طفوية ممكن نضيف اجهزة ثانية نتحكم بها حسب حاجة المريض عدنا التحكم بالستلايك عدنا الميزة الاخرى اللي يتميز بها سرير الكفير الذكي اللي هي ميزة جدولة الحركات هاي الميزة من خلالها نقدر نجدول حركات تلقائية للمريض حركات تلقائية يسويها السرير للمريض باستشار الطبيب هاي الحركات التلقائية راح تجنب المريض للتعرض للقرحة السريرية او تصلب المفاصل طبعا هاي بيها نقدر نسوي التكرار مالتها كل مدة التكرار الجيدة للسيق وكذلك الانتظار بين حركة وحركة بسم الله الرحمن الرحيم تم انجاز مشروع كرسي الكفير الذكي ليكون ملائم لذولة عاقة الشديدة بسبب احتياج هذه الفئة التي زاد عددها خلال الفترة الأخيرة بسبب الحروب أو غيرها كما تم تسجيل خمستالاف حالة على مستوى محافظة كربلا لذولة عاقة الشديدة تم تطوير هذا الكرسي من خلال كوادق قسم المشاريع الهندسية ليكون ملائم لذولة هذه الفئة اي فئة ذولة عاقة الشديدة ان هذا الكرسي يحتوي على حساسات عالية الدقة بالاضافة الى امكانية التعرف على العوائق وتجنبها او التوقف والرجوع عنها بالاضافة الى مميزات التحكم عن طريق الرئيس وعن طريق اللسان ان النمط الاول لهذا الكرسي الذكي هو التحكم عن طريق اللسان حيث يمكنه التقدم الى امام او رجوع الى الخلف كما ان لديه الامكانية بتجنب العوائق التي تقف امامه وامكانية الرجوع وكذلك تجنب العوائق التي توجد خلفه ليتمكن الشخص المعاق من التحرك باريحية وتجنب هذه العوائق حيث يمكن من خلال التحكم باللسان جعل الشخص المعاق يتحكم بكل اريحية وبسلاسة بكل الاتجاهات سواء كان يمينا او يسار او الى الخلف او الى الامام وحسب رغبته ليتمكن من التنقل بصورة مريحة ننتقل الان الى النمط الاخر وهو التحكم عن طريق الرئيس بهذا الكرسي الذكي ان هذا الكرسي يوفر امكانية التحكم عن طريق الرئيس وبهذا النمط يستطيع المعاق ان يتجنب العوائق التي توجد امامه او خلفه ليتمكن من التحرك بسلاسة وباريحية كما تم تزويد هذا الكرسي الذكي بحساسات عالية الدقة وحساسات اضافية لتجنب السقوط من المرتفعات وتجنب العوائق اياكم الله ايها الاحبة وبعد هذه الاضاحات حول هذا المنجز من قبل السيد رئيس قسم المشاريع الهندسية وما تلاه من عرض هذا الفلمان في توضيح هذه المنجزات النوعية تأتي تتمت الحديث على هذا المنجز وتسليط الضوء عليه من قبل مدير مصنع الجود للمحاليل الوريدية المهندس حيدر القرعاوي ايه بالصلاة على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم السلام على الحضور الكرام قال الله في محكم كتابه الحكيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون السلام على الحضور الكرام باسمي وباسم فريق العمل في مصنع الجود للمحاليل الوريدية اود ان ارحب بكم في هذا اليوم المميز الذي نشهد فيه انطلاقة مشروع قل نظيره في البلاد حيث ان حضوركم اليوم هو مصدر فخر ودعم كبير لنا ويدل على التزامكم المشترك بتطوير القطاع الصحي والارتقاء بخدمات الرعاية الطبية ان مشروع صناعة المحاليل الوريدية هو تحدي فني يفوق في انجازه اغلب الصناعات الدوائية الاخرى كون هذا المنتج يزرق الى مسار الدم مباشرة ومنه لكل الاجهزة الحيوية مما يتطلب بيئة عمل مثالية بكل عناصرها حيث تطلب انجازها مواصفات لا توجد في غيرها من المشاريع سنبدأ بسرد خلاصة عنها في الصطور القادمة فمن حيث البناء هناك اكثر من سبعة عشر مبنى اغلبها باكثر من طابق وبمساحة بناء كلية ثمانية آلاف وخمسمائة متر مربع ناهيك عن القراجات الخارجية والشوارع علما ان المباني تتضمن مبنى للاستعلامات والمراقبة الامنية ومبنى للسكن ومبنى للانتاج ومباني للخدمات الصناعية ومبنيين للخدمات النظيفة ومختبرات متعددة ومركزا لنظم المعلومات وغيرها ساختصر بعض ما يميزها ففي مبنى الانتاج والمختبرات تم فرش 2400 متر مربع من ارضيات البنيل الخاصة بالمصانع الدوائية الماني المنشأ بلحام حراري للجوينات بعد ان تم تحضير السطوح تحتها وان لا تكون هناك زوايا حادة كي لا تتراكم اي ملوثات عليها تم نصب اكثر من 2000 متر مربع من القواطع العقيمة والتي تعتبر الخيار الاول للصناعات الدوائية لانها توفر بيئة يسهل السيطرة عليها وضبط كل المؤثرات الخارجية حيث تتكون من طبقتين من الباوتر كوتد كالبنايز شيت بسماكة 50 مل لكل طبقة بينهما مادة الصوف الصخري المضاد للحرائق بسمك 200 مل وما يميزها ايضا هو سرعة التنصيب كونها تأتي بشكل قواطع كاملة بكل مفاصلها من مسارات الكابلات والانارة وغيرها تم نصب منظومة تبريد بكل مفاصلها بقدرة كلية مئتان وسبعين طن من شلرات ودافعات بمرشحات وفلاتر متقدمة مثل الهيبا فلترز H13 & H14 على غرار غرف العمليات من التعقيد وفلاتر اخرى يطول ذكرها ولكن ما يميز عملنا عن المستشفيات هو انها بنيت على مساحة الانتاج كلها لتؤمن الفصل التام المطلوب لهذه المنطقة باستخدام positive pressure تم نصب مسخن ماء بقدرة ثمانية اطنان وبضغط عشر بار لتوفير البخار الساخن الضروري لتعقيم مرافق التصنيع تم نصب ضاغطي هواء high and low pressure من شركة أطلسكوبكو البلجيكية هناك مبنى للخدمات النظيفة يوفر جوهر المنتج النهائي وهو الماء المعد للحقن حيث تم تركيب منظومات من الأفضل في العالم من شركة بي دابليوتين نمساوية متعددة لتحويل الماء من نقاوة الحنفية إلى ماء آمن للدخول إلى دم الإنسان يمر بمراحل متعددة وهي الـ يبقى الماء المعد الحقن بدرجة 80 درجة مئوية لكل أيام السنة ومراقبا بمقياس دقيق هو مقياس الجزئات الكاربونية TOC Online وهذا من أدق المقاييس الذي يبين نقاوة المياه المنتجة في العالم أما عن صناعة البطل وملئه فإن التقنية المستخدمة هي الأولى في العراق ومن الأحدث في العالم وهي تقنية الـ علما أننا نمتلك خطا صناعيا ثانيا بتقنية الـ ولكن للتقنية الأولى مميزات أختصر منها ما يلي أولا أنها تصنع من مادة البوليبروبيلين والتي تجعل البطلة شفافا مما يسهل كشف أي كائنات دقيقة ويأتي بمسامات مزدودة لا تسمح لأي جسيمات بالمرور بعد ملئه ويتحمل درجة تعقيم تصل إلى الدرجة الموصى بها من أعلى الجهات الرقابية في العالم وهي الـ 121 درجة مئوية كان تحديا لنا أن نقلل من الملوث الأكبر في الصناعات الدوائية وهو العنصر البشري وبحمده تعالى نجحنا من خلال منظومات متعددة لضمان ذلك فهناك منظومة السيطرة على الدخول ومنظومة كاميرات عملاقة تكتشف أي مخالفات من خلال الذكاء الاصطناعي ومنظومة سيطرة على المباني على كافة خدمات المشروع بكل المفاصل من الأوسع في العراق وخط مؤتمة بنسبة 80% حيث لا تمس الأيدي منتجنا لحين غلقه بالكامل مختورات بأعلى معايير الجودة والتكنولوجيا المتقدمة حيث جهزت بأحدث الأجهزة والمعدات مثل أجهزة الـ HPLC وجهاز Liquid Particle Counter وغيرها الكثير وفقا لأفضل الممارسات العالمية كالجي أم بي والجي أل بي التي تلتزم بأعلى معايير العقامة والسلام ولكي أختم فإن خلف الكواليس أكثر من عشرة كيلومترات من الأنابيب الممددة بفئات متعددة هواء مضغوط بخار ماء عقيم ماء اعتيادي وهناك خزانات تحت الأرض بسعة أربعمائة ألف لتر وشبكة كهربائية متكاملة حيث أزدلت إدارة العتبة المقدسة عنايتها لحد أنها وفرت محطة كهربائية متنقلة لهذا المشروع وأخيه مشروع الوافي للأدوية البشرية سيكون لهذا المشروع إن شاء الله أثر كبير على سوق الدواء المحلي والإقليمي حيث أقولها وبكل فخر إننا أنجزنا مشروعا عالميا بشهادة كل من زاره من المختصين من الأفضل إن لم يكن الأفضل على مستوى العراق ولم يكن ذلك لولا الدعم لا محدود من إدارة العتبة العباسية وعلى رأسهم سماحة المتولي الشرعي دام عزه والسيد الأمين دام تأييده والسيد رئيس قسم المشاريع المحترم الذي أنتمي إليه وكل الأقسام التي رفدتنا بفرق العمل المختلفة والذين لو لا هم مكتمل هذا المشروع لذا أقدم لهم جزيل الشكر ووافر الإمتنان وهنا أصل للفقرة التي يقدم بها الشكر لكل من ساعدنا ولو بكلمة ابتداء بوزارة الصحة الموقرة بكل كوادرها الذين رأينا منهم تعاونا كبيرا ومرونة عالية وديوان الوقف الشيعي وكافة دوائر المحافظة الساندة لنا وإخوتي في فريق العمل الذين ساندوني لإكمال هذا المشروع العالمي وألتمس العذر منكم إن نسيت أحدا داعي الله أن يوفق الجميع لما فيه مرضاته وأن يكون هذا المشروع باكورة طيبة لغيره من المشاريع الناجحة التي تقدمها العتبات المقدسة خدمة لهذا الشعب الكريم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين شكرا 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 مدير شركة بي دابليو تي النمساوية لمنظومات الماء المعد للحقن أو كما يسمى بالماء العقيم السيد أوليفر ويك وستكون الترجمة فورية من قبل المهندس حيدر القرعاوي فنكون مع هذه الكلمة برؤلاءiene إذن المدير طالح الحسناوي سيد صافي ضيوفنا الكرام إنه لشرف كبير لدينا أن أقف أمامكم اليوم شرف لي أن أعرفكم بمنشأنا الجديد في كربلا علما أنني أبعد عنكم سبعة آلاف كيلومتر بالنسبة لنا في شركة BWT نحن أكبر مورد عالمي لأنظمة الخدمات العامة الحيوية لصناعة الأدوية والتكنولوجيا الحيوية بالنسبة لنا بدأت رحلتنا مع مصنع الجود في العام 2019 عبر وكيلنا في الباكستان شركة مورغن تعاوننا مع هذه الشركة منذ سنوات عديدة في الباكستان وكانت هذه الشركة في ذلك الوقت تتوسع في أعمالها في دول أخرى بالمنطقة لم تشجعنا الصورة النمطية على السفر والدخول إلى السوق العراقي من خلال الصورة المنشورة على الإنترنت وكذلك نصائح وزارة الخارجية في النمس ورغم من ذلك قمنا بالتضحية والدخول إلى السوق العراقي في حينها وما وجدناه كان ما يخالف ذلك لكنها كانت تتوسعية الناسية التي تجعل الأشياء بشكل أفضل وفي البداية، نحن 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 بشكل أفضل لكن التفاعل البشري هو الذي جعل الأمور واضحة من البداية كانت الطريقة المهنية التي تواصلنا بها مع شخصي هذا المشروع المهندس حيدر شاكر والسيد فورشيد حيدر نحن نريد أن نذهب إلى هذا المشروع إن نحن نخلق نحن نقلق لها ونريد أن نحن نحن نقلق بشكل أفضل في إيراق نحن نحن نخلق ونقلق بشكل أفضل هنا نحن نحن المنطقة الأفضلية ستعمل اليوم لقد أوضحوا المصنع لنا ونحن الآن سعيدين بالمشاركة بهذا المشروع وسنبدل قصارى جهدنا للدخول أكثر في السوق العراق في حالة تسلمنا المصنع كانت لي الفرصة أن أزور محافظة كربلاء وبالحقيقة أنا فوجئت للغاية كأوروبي سمعت العديد من الأخبار عن العراق في العقدين الماضيين وأعلم أن هذه الأخبار ليست إيجابية وليست لطيف هناك تسمع الكثير من الأخبار عن العراق غيرت وجهة نظري تماما لم يكن العمران وحده الذي جذبني إلى هذه البيئة حيث بشكل عام شعرت بالراحة كانت مدينة وجدت أشخاص مضيافين بصدق مدينة ساحرة قابلة للعيش وأكثر من ذلك إنها مدينة جذابة للغاية ومع ذلك كان انطباعي الأجمل عن المنشأة النظيفة والمتطورة التي أنشأها الفريق في كربلا والتي تواكب بسهولة أعلى معايير المستويات في الصناعة الدوائية ونحن في هذه الشركة سعداء للغاية وفقورون أن نكون جزءا من قصة النجاح هذه أو كما يشاء الله في بدايتها ولكن دعونا نرى أيضا إلى المنشأة الماضية BWT with its former group company Eurotechnic has actually a long history in the truck already in 1975 containerized drinking water plants were delivered to the Bacta municipality في شركة BWT في العام 1975 تم تنصيب أول محطة تعقيم من خلال شريكنا Eurotechnic في كربلا تم تسليم محطات مياه الشرب إلى بلدية كربلا حوالي العام 1980 Around 1980 Eurotechnic even built a communal drinking water plant exactly here in Kavala and at the turn of the millennium the same company supplied water treatment plants under the oil for food program to various hospitals in Iraq لذا نحن سعداء للغاية وبعد انقطاع هذه المدة الكبيرة أن نعود إلى بلد يمتلك العديد من وجهات النظر ومستقبل زاهر نحن سعداء بالعودة إلى هذا البلد مرة أخرى particularly in the pharmaceutical industry we can see a rapid development and we BWT Pharma and Biotech as the leading supplier of water systems for this industry hope and would be determined to become a part of it we believe that with our top-notch technology and Swiss-German state-of-the-art engineering in combination also if chosen with an assembly at our manufacturing site in Shanghai we believe that we can be a highly attractive partner for future projects in this industry بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك إذا تم اختارها من تجميع موقع كموقع الجود فإننا نعتقد أن يمكن أن نكون شريكا للعديد من المصانع الدماء والمشاريع الاستخدام في هذا البلد وإننا نريد أن نكون شريكا للعديد من المصانع الدماء وأن يكون هناك تعاون على المدى الطويل أتمنى لكم مستقبلا ناجحا ومشرقا مع المصنع الجديد واحتفالا سعيدا شكرا جزيلا لكم ومساء طيب شكرا لهذه الإضاحات وهذه الإضاءات والسادة الكرام القائمون على هذا البرنامج قد انتهى برنامجكم وبقي للعريف أن يختم سنقول شكرا للعباس ولكن بحروف علي ذكره الشرف الرفيع تنال فضيلة الصلاة على محمد وآل محمد لا تلمني إن خانني التعبير لحضرة سيدنا أبي تراب لا تلمني إن خانني التعبير فمتى يحتوي الكبير الصغير أنت ملء الدهور حجما ومعنى وأنا بعض ما حوته الدهور بيد أني ألقاك في أفق العشق كما يلتق الفراش النور ولكل من هناك دور أنت تهم السنة ونحن ندور إن تك تأسر المشاعر قهرا ما هو العدل أن يلام الأسير فمتى يأخذ الأسير اختيارا ومتى اختار قاهرا مقهور هزني أنني المنوم في دنياك حتى يفيق مني الشعور لتصلي مشاعري عند محراب تصلي على صداه الدهور أنا ما غبت عنك يوما ولكن لمسة العشق شأنها التخدير ركضت خلفك القلوب وسرنا خلفها وانتهى إليك المسير حياكم الله أيها الأحبة وهذه دعوة لقص الشريط وافتتاح المصنع بمعية سيدنا المتول الشرعي والسيد الوزير المحترم والسادة الكرام العلماء الأفاضل الحضور الكريم مع ملاحظة قد أشار إليها الأخوة الأعزاء أنه الدخول إلى المصنع بلباس خاص وبتعقيم مسبق تفضلوا حياكم الله وسدد الله خطاكم